اكدت سعالة السيدة امن الرميح وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني عن سلسلة من المشروعات الاسكانية المستقبلية الطموحة التي ستنفذ بشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير حلول سكانية مبتكرة ومتكاملة واشارت الرميح الى طرح مزايدات لتنفيذ مشروعات اضافية في مناطق البحير وهورة سند اضافة الى خطة لطرح عشرات المشروعات المماثلة في جميع محافظات المملكة في الفترة المقبلة واضافت ان هذه الجهود تأتي في اطار برنامج حقوق الاراضي الحكومية والذي يعد احد المسارات الرئيسة التي اطلقتها الوزارة لتسريع وطيرة الوحدات السكانية ويقوم هذا البرنامج على طرح الاراضي المملكة للوزارة امام شركات التطوير العقاري من خلال النظام المزايدات بهدف بناء مشروعات اسكانية بمواصفات ومعايير محددة تطرح حصريا امام المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية باسعار لا تتجاوز 99 الف دينار